في شتاء عام 1998 بدأ حلم الوصول إلى بريطانيا العظمى يراود العديد من المهاجرين لتكون مدينة كالي بشمال فرنسا نقطة الأمثل لانتلاقهم باتجاه بحر المنش طامحين في الحصول على أوراق اللجوء السياسي في عام 1999 دشنت فرنسا بالتعاون مع الصليب الأحمر مخيما ضخما تحت مسمى سنجات نسبة إلى مدينة سنجات بعد مرور ثلاث سنوات وبالتحديد في عام 2002 قرر وزير الداخلية الفرنسي أنزاك نيكولا ساركوزي تحت ضغوط من نظيرها البريطاني إغلاق مخيم سنجات إذ قال ساركوزي لقد أشرت مرة عديدة أنه بمجرد انتهاء الإجراءات التشريعية سيتوجب علينا إغلاق مخيم سنجات في فترة مدتها ثلاثة إلى ستة أشهر في ديسمبر كانون الأول للعام نفسه فعل قرار الإخلاء لينزح حوالي 1600 لاجئ إلى منطقة شمال شرق كاليها المكانات بالغابة وفي فبراير العام 2003 وقع كل من وزير الداخلية الفرنسي ونظيره البريطاني اتفاقا عرف باسم اتفاق توكيه نص الاتفاق على منح كل الدولتين الحق في وضع نقاط على الحدود الفرنسية البريطانية للحد من الهجرة غير الشرعية بين البلدين بعد قرار إغلاق مخيم سنجات ونزوح المهاجرين غير الشرعيين إلى مخيم كاليه صدر قرار جديد بتفكيك مخيم كاليه على أيدي شرطة مكافحة الشغب وذلك في تاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2009 الجزء الجنوبي لمخيم كاليه الشهير بغابة كاليه والذي يحتضن ما بين 6400 إلى 8000 لاجئ تم تفكيكه في فترة ما بين 29 فبراير وحتى 16 مارس للعام الجاري وبهدف منع اللاجئين من التضفق بين البلدين وبتمويل بريطاني قرر بناء جدار بطول كيلو متر واحد على الحدود البريطانية الفرنسية وبشأن التفكيك الكامل للمخيم وإعادة توطين المهاجرين صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند مخيم كاليه ليس بنقطة انطلاق وليس بمقصد للهجرة بل هو طريق مسدود ليس هناك أي ممر ولن يكون هناك ممر المهاجرون الموجودون حاليا في مخيم كاليه سيتم توزيعهم على مراكز الاستقبال والتوجيه في أكثر من مكان من المدن الفرنسية ترجمة نانسي قنقر